اشتركوا في القناة احنا نسميه راح احمسه به وابقى مدة اقلب به الى ان يتغير لونه هسه اتوده شوفو انه امتص السمن بس هو بعد قليل راح ينزل السمن من جديد مثل هذا شوفوش لون رجع من جديد وبين السمن به يعني ما امتصوا بقيابس هسه راح ابقى احمس به مدة تقريبا عشر دقائق وانتبهوا لابقوا واكفين يما وقلبوا به الى ان يطلع هيتي لونه لون غامق وريحته تطلع طيبة وانت الطحين التمنص ريحته طيبة بهالحالة من صار هيتي لونه غامق ضفت له المي المي عندي خمسة كوب ماء يعني للكوب الواحد خمسة كوب مي وهو طبعا يضاعف حجمه يعني الكوب الواحد راح يسويلي فتكميه زينه من الحلاوة اهنا ضفت الثاني وهذا الثالث المي اكواب المي دا اضيفها واقلب اثناء ما اضيف اقلب لازم اقلبه حتى لا يتلكلك انتبهوا له شوفوا انا شلون دا اقلبه الى ان يذوب ويصير ناعم ملمسة يعني ناعم ومائع مو يابس اهنا هذا عندي هذا هم كوب وهم اقلبه مثل ما دا شوفون دا اقلب هو دا يضاعف حجمه دا شوفوه شنونه يكثر تكثر الحلاوة هذا اخير كوب هذا الكوب الخامس هنا راح اتركه على نار هادئه مدة خمس دقائق وبعدين اضيف له السكر هنا عندي ثلاثة كوب سكر هاي كوبة انا بخليتهن بهاي الكاسة وبعدين راح اضيف الثالث وممكن تذوقوه تعرفون اش قد يحتاج سكر يعني حسب الطعم اللي قدتوه تحبوه ممكن تحبوه اقل سكر يعني حسب الرغبة مثل ما دا شوفون شلون صار شوفو شلون صار ناعم المسه وطعمه حيل طيب يعني مبين طعم حين التمن يصير طيب من ينحمس مثل ما قلت لكم بها الصورة شوفو شلون صار هسه راح اضيف له نشا هذا عدي واحد ملعقة اكل نشا خلطتها بمي بثلاثة ملاعق مي بارد عادي خلطتها زيان وضفتها الى للحلاوة اخلطها هم نفس الشي خلط جيد وهنا عندي نص ملعقة اكل هيل مطحون ممكن اضيفون ميورد بس هو الاساس هنا يعني المتعارف عليه ريحة الطحين مالت التمن والهيلي يصير طيب والسمن ايضا يطير ريحة وطعم طيب هنا ضفت له عندي نصف كوب لوز محمص ضفت قسم منه بالحلاوة قسم اخلي على الوجه ازين به الوجه مالت الطبق من اقدم الحلاوة من اقدم الحلاوة اضيف هنا رح اكمل رح اصب قسم بكاسات لكل فرد ياخذ كاسة وقسم مثلا ممكن بهذا الطبق شوية شبير حسب الرغبة انتو شلون تحبون هذا هسه هذا بطبق وقسم بالكاسات شوفوش لون الضعف حجمة هذا شكل النهائي جربوه ان شاء الله يعجبكم والف آفية